كابتن حسام حسن المجيل الفني لمنتخب مصر تواصل مع بعض اللاعبين وقال لهم عنعيني عليكم وممكن تبقوا موجودين في المعاسكر الجاي لمنتخب مصر لعبة عندها خبرات يعني مين اللي تواصل معهم الكابتن حسام حسن؟ ما قال لهمش ان هم موجودين بس قال لهم انه بيفكر انه هو يضمهم طبعا مع الوقت مع الايام اللي جاية واداءهم في المباريات اللي جاية حسن الشحات عمر السلية طارق حامد تواصل معهم كابتن حسام وقال لهم انه هو ممكن يبقى فيه امكانية لعودتهم لقائمة منتخب مصر خلال المرحلة اللي جاية تعرفين منتخب مصر عن دورة ودية دولية بالامارات في مارس اللي جاي يبقى فيها تونس ونيوزيلاندا والمنتخب الكرواتي ففكرة الاسماء دي ترجع تاني لمنتخب مصر حاجة اكيد تضيف لمنتخب مصر الثلاثة اللاعبين مهمين جدا